موسيقى موسيقى أعزائي المشاهدين نلتقي في حلقة جديدة من برنامج هذه بلدنا نحن الآن بضيافة دكتور سامر الباشا صاحب صدرية الباشا بداية نصعد لوقاتك دكتور دكتور سامر بنحب نعرف سادة المشاهدين تعريف البطاقة الشخصية ومتى تأسس هذه الصيدلية أنا الصيدلين سامر الباشا اخرجت من جامع علوم التكنولوجيا في عام 2005 فتحت هذه الصيدلية في عام 2009 ماذا أمور تلك كمان دكتور أنتم أشهر من أن تعرف هذا القطاع بنحب نعرف سادة المشاهدين ما هي الخدمات التي تقدمها به الصيدلية نحن يعني الصيدلية بتقدم خدمات لسكان المنطقة والمجتمع هون خدمات دوائية خدمات استشارات طبية نحاول نثقف السكان المنطقة عن طبيعة مرضهم كيف يأخذوا علاجهم كيف تناولوا العلاج بأوقات مناسبة ماذا يمكن يعملوا لو صار في أي عراض جانبية من هذا الدواء وما هو الاستخدام السليم لهذا الدواء كما زي ما يعني بكل حالة بحالته كل حالة بحذاء يعني بالتفيقير من جميع مستلزمات المواطنين الموجودة عندك بالصيدلية نعم نحن طبعا نحاول أن كل شيء يكون متوفر يعني حاجات أساسية من الدواء طبعا يعني تكون إن شاء الله متوفرة إن شاء الله يرم هل دكتور سامر أي صيدلية والأي مشروع اللي مواجهة طوبات ومشاكل في العمل أكيد فإيش مشكلاتكم يعني إحنا أكثر المشكلات اللي بواجهة قطاع الصيادلة اللي هي هامش الربح القليل صراحة يعني هامش الربح قليل جدا يعني ما بتجاوز إلى 20% بينما تكاليف الصيدلية وعالية جدا يعني الإيجار الكلفة التشغيلية للصيدلية طبعا عشان الصيدلاني طبعا الموظفين يأخذوا رواتب عالية يعني طبعا عشان يستطيعوا يعيشوا حياة كريمة هذا كله بيكون كوس على الصيدلية فأكيد في المقابل بدك ربح أعلى أساس يقدر يغطي هاي التكاليف طبعا هاي الفترة هاي العشرين في المئة طبعا ما رح تقدر تغطي هاي التكلفة أكيد يعني أقر راتب لصيدلاني عشان يقدر عيش حياة محتر أقل راتب نحكي يكون 400 إلى 500 دينار فإذا كان في الصيدلية أكثر من الموظف يعني تكاليف عالي جدا وهذا عشان يعني إحنا الصيدلين مزيج سوبر ماكت من بيع كل يوم أي شيء يعني لما يحتاج هذا المريض هذا الدواء بدي يشتريه طبعا هذا مش بشكل مستمر أكيد فذاك إحنا نطالب أن يكون هذا الهام شربح يزيد الشغلة تانية هي قضية ضريبة الدواء إحنا كنا نتمنى أنه يكون عندنا في الأردن الدواء بدون ضريبة زي باقي الدول اللي ما عندها ضرائبها إلا أنه تعرف يعني يظلوا يعني يعني ما أحد بيشتري الدواء كرفاهية يشتري الدواء أكيد يكونوا محتاجين لهذا الدواء بحاجة ماسة لأنه فيها معراض لسماح الله وإحنا كنا يعني معرضين لهذا الشيء أكيد الآن دكتور سامر إحنا من نعم نعمة الأمن والأمان ما توجهر سالم يعني إحنا نحمد الله عز وجل على نعمة الأمن والأمن اللي نحنا فيها طبعا يعني الكل مستشعر هذا الشيء في وطننا الغالي والعزيز وهذا الشيء بميز وميز يعني حتى يعزز البيئة الاقتصادية عندنا والناس كلها بتمدح في هذا الشيء بالعكس يعني بتتوجه للأردن من هذا الباب ونسى الله عز وجل أن يديم هذا الأمن والأمان علينا دائما إن شاء الله يا رب دكتور سامر لو حالة فكر حظه قبل جلات الملك عبد الله شوف تحب تحكي له يعني أول شيء أنا بشكره يعني بشكره أنه يعني على سياساته اللي هي وفرت لنا هذا يعني مرجع أنه وفرت النهاية البيئة الخصبة الأمن والأمان والعيشة الكريمة الحمد لله الله يطول بعمره يا رب آمين دكتور سامر بن حمد بن عرف سادة المشاهدين أين موقع الصيدلية وأرقام الهاتف إحنا فيلم قبلين في شارع لقمان ورقم الهاتف 420 253 أعزائي المشاهدين وفي نهاية هذه اللقاء لا يستعني إلى أن نتقدم في جزيل الشكر لدكتور سامر الباش على حصن الضيار موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة